سيدنا الرحيم أخي العزيز دولة السيد مصطفى القازمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة معالي السادة الوزراء السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن ساعتي أن ألتقي اليوم بقيادات المال والأعمال من دولتين الشقيقتين بعد لقاءنا بمنتدى الأعمال الأخير بالقاهرة في مارس من العام الماضي لقد جئنا إلى وطننا الثاني العراق بوفد يضم عدد من زملائي الوزراء والمسؤولين الحكوميين وأكثر من 80 مسؤول من كبرى الشركات المصرية لنتتشارك مع نظيرتها العراقية في أربع محاول رئيسية المحور الأول هو تنفيذ توجيهات القيادات السياسية في مصر والعراق والأردن والصادرة في بيان القمة الثلاثية والتي تضمنت ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز ومشروعات الطاقة والمناطق الاقتصادية المشتركة والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والاستفادة من دروس جائحة كورونا والمحور الثاني هو محور الإعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العجلة للنهوض بالبنية الأساسية من كهرباء وطرق ومواني ومياه وصرف صحي وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمشروعات الكبرى مصر محور قناة سويس والتصلاح الأراضي وتطوير نظم الري وإنشاء المزارع السمكية المحور الثالث وهو التعاون الثلاثي من خلال إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية والأهم والعاجل هو إعادة تأهيل المصانع العراقية المتوقفة بخبرات وشركات ومستلزمات إنتاج مصرية لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار والمحور الرابع والأخير هو تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين بلدين ليس فقط في السلع تامة الصنع ولكن في مستلزمات الإنتاج أيضا الأمر الذي يستدعي إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائي لزيادة تدفق السلع كما يجب أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية والعمى على توحيد المواصفات والإجراءات الجمركية هذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا أمس واليوم قبل الغد وبإسم مئة مليون مصري أشقائكم اسمحوا لي أن أتحدث من القلب لقد شدد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حتمية مساندة مصر للشقيقة العراق لتعود كما كانت قلعة الصناعة والزراعة العربية وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا وكذلك هي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري المشارك معنا اليوم فنحن لا يمكن أن نتعامل مع الشقيقة العراق كسوق فقط نبيع به منتجاتنا وخدماتنا إنما نبغي شراكة حقيقية تنمي شعبين ودولتين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا إننا نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية حيث سيقوم القطاع الخاص المصري بدعم كامل من الدولة بالعمل على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة سواء سويا أو بالشراكة مع الشركات العالمية وتوفير مستلزمات الإنتاج والتدريب والعلامات التجارية بهدف التصنيع المشترك ليس فقط للسوق العراقي ولكن للتصدير المشترك إلى دول الجوار أيضاً وبالمثل في إعادة الإعمار من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدين وربطهم بكبرى الشركات العالمية وهيئات التمويل الدولية لخلق تحالفات قوية تسعى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بأكبر مكون محلي ممكن وفي هذا الإطار فإن خبرة مصر التي أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى ومشروعات عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسي ستكون داعمة في هذا المجال ومن هذه المشروعات زيادة القدرة الكهربائية المتاحة ومضعفة إنتاج الغاز وألاف الكيلومترات من الطرق وعاصمة إدارية جديدة وعشرين مدينة سكانية وخدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس كل ذلك في أقل من أربعة أعوام سيدات والسادة الحضور إن الإرادة السياسية بلا شك تتماشى مع الإرادة الشعبية لذا يجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن على توفير حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات ومنح الأفضلية للشركات العراقية والمصرية في كافة المجالات ومن الضروري إلغاء كافة القوائم السلبية وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى السنائي مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة ومن المهم أيضا أن يتم السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر خاصة أن البرلمان المصري قد صدق على اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في الأردن وكافة دول الجوار للعراق وباندمام العراق المتوقع قريبا ستصبح مركزا لوجستيا إقليميا هاما مرتبطا بمحور قناة السويس العالمي وفي هذا الإطار فإنني أدعو المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالفات تعمل معا على نشر النماء والتنمية بالإعمار والاستثمار المشترك وفقنا الله وإياكم لما فيه صالح العراق ومصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته